لو جينا مع بعض نشوف مثلا المثال الأول بيقولي مجموعة حل المعادلة عبارة عن محدد جوا سين واحد واثنين صفر وسين وثلاثة صفر وصفر وسين ناقس ثمانية بتسوي صفر في حاها مجموعة حل يعني جاء قمة السين اللي بتحقق لي الكلام طب المحدد اللي عندي محدد مثلسي لو جينا نبص هنلاقي ان القطر الرئيسي اهو وجميع العناصر اللي تحت القطر اللي على شكل مسلس دي عبارة عن أصفار وبالتالي لما جاي جيب قيمته بمجرد النظر عبارة عن حاصر ضرب القطر في بعضه يعني سين في سين في سين لو جينا نطبق الكلام ده المحدد عندنا ناقس ثمانية بيسوي صفر تعالوا بقى نفك كده قلنا حاصل ضرب القطر الرئيسي في بعض يعني سين في سين في سين وبعدين ناقس ثمانية بتسوي صفر طبعا سين في سين في سين بسين تكعيب أو بسين أستلاتة ما تبقى سين تكعيب بتسوي صفر تمانية ما اخد الجزر التكعيبي للطرفين خدوا بالكم احنا في حال تقول لي هي تفرق جدا هنا أنا مجموعة الاعداد الحقيقية فالجزر التكعيبي للعدد تمانية مجموعة الاعداد الحقيقية هو اثنين وبالتالي مجموعة الحل بتاعتي هتبقى اثنين طب ملاحظة بقى تربطنا كده بالاعداد المركبة لو بدى الحق ده قال لنا في كاف تقول لي ماشي كاف اللي هي مجموعة الاعداد المركبة في الحالة دي هتبقى سين تكعيب بتسوي ثمانية هنا بقى طالما في كاف يبقى أنا لازم اطلع ثلاث جزور سين تكعيب تسوي ثمانية يبقى أنا لازم اطلع ثلاث جزور اللي هي لو تفتكروا الجزور التكعيبية للعدد واحد كنا نقول عليها واحد وامجا وامجا تربية فهنا لما جب الجزور هتبقى سين تسوي اولا اثنين جزر التكعيب التمانية باثنين والجزر التاني اثنين امجا والجزر التالت اثنين امجا تربية ده لو قلف ايه جماعة في كاف انما هنا بيقول لي في حا يبقى أنا عايز الجزور الحقيقية بس ما تجيب ليش بقى الجزور المركبة يبقى لو قال لي في حه يعني مجموعة الاعداد الحقيقية الجزر التكعيبي للعدد 8 ب2 هاخد الجزر التكعيبي للطرفين فسين بتساوي 2 بجموعة الحل ب2 وبالتالي مجموعة حل المعادلة يعني قيمة السين اللي هتحققها لكلام ده ان سين بتساوي 2